إذا كان ألف به قطعة مستقيمة قطر في الدائرة ميم قطر وكان وكان الميم هو مركز الدائرة واحد وواحد والبه ثلاثة وسالب اثنين عايز يبقى الراجل عايز السؤال الغريب قوي عايز يوجد معادلة المماث المماث للدائرة عند نقطة به المسألة يا جماعة غاية في الروعة فكرة تحسن دي علشان تتحل لازم ترسم لازم ما ينفعش كده على سن نفهمها الراجل بيحكي لحدوتة قبل النوم بيقول لحدوتة ايه كان يا مكان عن يا سادة يا كرام عندنا دائرة كان مركز همين ماشي كان الالف به قطر فيها يبقى واصل من اي نقطتين لكن يمر بالمركز ميم والراجل مشكورا من دين الميم ومن دين البه حلو عايزي بقى يا سادة نادر قال لي عايز معادلة المماس هلا المماس اللي من عند مين قال لي اللي من عند نقطت به يعني لو عملنا كده خط مستقيم من عند نقطت به يا ميس الدائرة او الراجل عايز معادلة المستقيم ده اوبا فيها فكرة جميلة طب الدور على اسراء اسراء عندك فكرتها يا اسراء انا انا كل عارف مما مازل عمودي ما عارفش حاجة ثانية دا انت حلتيها دا عمودي على نصف القطر دا انت حلتيها برافو 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 اي مماس عمودي على نصف القطر خدتوها في ثلثة اعدادي ومعظمكم خدها معايا دي بقى هنا دا قائم يفدي في ايه يعني يعني معنى كده ان المستقيم المماس دا اللي هو اللي بالاسود عمودي على المستقيم الف به اللي هو القطر دا انت حلتيها نعمل ايه بعد كده يا اسراء تعرفت دي بميل الالف ب لأ لأ ليه معه ميل الالف ب هو هو ميل الالف ميم مش هو هو نصف الخط اه طب من طيب او ميل البيه ميم ميل البيه ميل البيه و ميم اه او هو الف و ميم او هو صح لان كل خط واحد اه هاتي للميل نجهز ازاي اه واحد ذال اثنين ارا واحد ثلاثة ماشي صح اللي هو صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص واحد هيا مسمي ادونا هو سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين صاد اثنين ثالب اثنين ناقص واحد على ثان اثنين ثلاث ناقص واحد يطلع ثالب ثلاث عل الاثن ده hardship ميل الف ب ده اللي اشتغل عليها اسرق ده اللي اشتغل عليها اسرق ولا ميل الممات يبقى بكام دلوقتي هو انا مش فكرا حاجة عن الممات صغير انه وصل عمودي طيب ماشي ما وانت قلت الحل خلاص ده انت قلت عمودي خلا يعني ده عمودي على ده يبقى الميل هيبقى ايه؟ ايه هيبقى السالب بتاعه هيبقى السالب هيدا اثنين على ثلاثة بس كده ليه؟ انا عندي ميل الآلف به بسالب ثلاثة على الاثنين جبناه طيب معه المستقيم الممات اللي بالاسود ده عمودي عليه يبقى نبدل الاماكن ونغير الاشارة ده بقى اثنين على ثلاثة هو ده ميل المستقيم اللي بالاسود الممات ليه؟ لأنه عمودي على الالف به الله 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 بقيت عارفة ايه اسرق في المستقيم اللي بالاسود ده عارفة في ايه خلف المزل ايه بس ونقطة كمان ما ينقطت به عليه بقيت عارف ميهل ونقطة صح يبقى ايه تكمل ما انا عارف ميهل ونقطة ده انا كده سهل اجيب معادلته يبقى المعادلة هيا لما بيبقى عندك ملوي نقطة يا ايه بيتصبقي ايه مستقيم هنقول المعادلة اللي هيا بتقول صاد ناقص صاد واحد اساوي مين دين ناقصين واحد تمام يلا نعود ننزل الصاد ناقص صاد واحد واحد نساوي نساوي مين لا 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 المراضي النقطة اللي شغل عليها اهي المراضي اهي ادي الميل ودي النقطة اهي النقطة به سين واحد صاد واحد ده خلاص في الميل صح يبقى صاد واحد فحليتنا دي بكام ناقص اه ناقص اثنين يعني زائد اثنين وهنقول اليساوي اه مثل ننزل المين بكام انت شاثاب كام اني واحدة اثنين على الثلاثة تمام اللي انا بجيبها اه هنفتح قوس هنقول اه سين ناقص اه ثلاثة وهنضرب اثنين على الثلاثة في الثلاثة هنقول اه هنبقى نقوم صاد يساوي اه صاد زائد اثنين يساوي اثنين على الثلاثة اثنين اه كفير كام يا انا الثلاثة على الثلاثة اثنين صح لان الثلاثة هتروح مع الثلاثة خيب بقى اثنين بس برضو لسه ما زلك حاجة خارفاني ومضيقاني في المكسر هنضرب ثلاثة هنضرب ثلاثة هنضرب ثلاثة هنضرب ثلاثة هنضرب ثلاثة 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 زائد اه ستة اه يساوي اه ستة اه اه فتلاثة سمين ناقص ستة ليه ليه ستة سين دي معنا الثلاثة رحت مع الثلاثة يا نور يا ثلاثة في المقام مع الثلاثة في البصة بقى اثنين سين ناعيس اثنين في ثلاثة بستة هنودي السينات اوكي مظبوط اه ثالب ثلاثة سين اه ونودي الثلاثة بيانباع باطل اه ثالب ثلاثة سين ماشي خلينا احسن هنجيب الصاد هي اللي هنا والستة هي اللي هنا يبقى اللي اثنين سين ناعيس ثلاثة ساد ناعيس الستة اللي موجودة اصلا جالها ايه نور الموجب ستة تيجي ايه جالها موجب ستة بقى ثلاثة ستة صح ليه ثلاثة سفر ايه ثلاثة سفر ايه ايوا كيدا تمام ودي المعادلة يا جماعة مسألة جميلة اوي اوي مدخل فيها المماس والعمودي فيها فكرة جميلة جدا 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 اللي مافهمهاش او مافهمهاش قدوني على انتوا بخطأ وعندي استعداد عيد جدا 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 ج ترجمة نانسي قنقر